السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دوسوميبي هلنها ان شاء الله سنتحدث على الموضوع اللي انا في الحقيقة جررته وهو الثوم ماذا يحدث عند إعطاء أرانيبي الثوم انتم كما تشوفوا هذا الأرانيب اللي كنتم ادريتكم في الفيديو سابق را كانت عندهم تقريبا من جس سمانات مني وريتهم منكم دبارا عندهم الشهر دبارا نفطمتهم على الأم ديالهم ولكن خليتهم مقابل مقابلين مع الأم ديالهم وانتم كتشوفوا الأم ديالهم راهات المائية كتشوف فيهم وما دخلوا ماركريتين باش يدفوا فيها في الليل دبارا الموضوع ديالنا هو الثوم الثومي لمشي تتعطيته الأرانيب اسمه يؤثر عليهم هما كيفاش طريقة دياله واندي نور لكم طريقة دياله وانه يقديروه في الماء وتخليو ده التوم حتى يترطق بالراس يعني كيتنفق وكيترطق كيفاش التأثير ديالهم على الأرانيب انه مضاد حيوي مئة بالمئة كونوا متأكدين ان قاعد الناس اللي كيستعملوا الأدوية يعني المعاوية وكيستعملوا الأدوية ديال الدموية يعني الليبرا راه التوم السيدي ربيع عطيهنها خالقنا هاد 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 النبات هادا اننا يعني ما غادش ندينوه لمشينا تحتها عطيناه الأرانيب ديالهم كيفاش طريقة انا اني اجربتها هاكا يكون عبارة عن فوسوس هاكا كتشدوا واحد كتكشرو هاكا بلا بدو ما تكشروه قاعد غي غي فوس هاكا قاعدة بغيتو تفلحو فلحو لكنتو ما غيب هاد طريقة هاكا كنتو ما كتشوفو تشيو تشربة ديالهم صافي وتحطو لهم واحد جوج فوسوس هاكا وتخليوه وما رأى منين يشربوا منو كونوا متأكدين ان هاد هاد الطريقة مضاد حيوي مئة بالمئة للجهاز التنفسي ديالهم لالشخص الطريقة الكي مرضولول بضيقة كي هي اللي كي مرضول با الجهاز التنفسي ديالهم مخاطي ديالهم يعني كي بقى ذاك الجهاز البلغوم ديالهم كي يتطروا كي يبدو عندهم ذاك لعطيس كي يتطروا عندهم بل الجهاز يعني الكرش ديالهم يعني المعدة والمرارة كل شي را بكونوا متأكدين ان اللي عطيتهم الثوم را مضاد حيوي مئة بالمئة وهذه را كنقول لكم مجربة يعني الناس ديالبكرية هم اللي كانوا كيديروا هالحويج هادو ما كانوش كيعرفوا اسمه ودو وقا ما كانوش يعرفوا اسمه هي ليبرا وكانو كيكبروا لهم الاخنائين وكي يستفدوا منهم وإحنا يا في هاد الجو اللي ولنا فيه الجو حقيقة كل شي لاحظوا معي كل شي الناس ولو كيمرضوا حل الأمراض نقولوا الضيقة كيين حساسية كيين يا انا اسميسوا الانسان ولا يعني الاوالو كييمرضوا إنا مش هتخرج غلو بردا كييرمرضوا اما الناس اللي كانوا بكري كانوا عايشين طبيعي ما كانوش كيديروا المواد الكيميائية ما كانوش كيديروا الدوايات كانوا عايشين صحاح اه انا حاولتش نسول الناس جيل بكري يعني د staring الناس اللي الكبارين في الصين كيفاش كانو كيديروا الطرق وواحد المرة كبيرة هي لقدتلي هالطريقة قالت لي ان الثوم راه موضاد حيوية مسكينة ما عارفاش ما هي موضاد حيوية ولا ما عارفاش اش دك شي كان كيدير فيهم ولكن منين يعني سولت وبحثت في الانترنت لقيت انه الثوم لا بد ما يكون عند القناين لانهم كيقول لي عندهم مناعة مناعة مئة بالمئة كنوا متأكدين ان انا جربتها حاولت اني مبعد على حسب الدوايات وهذه حاولت نجرب هالطريقة وجربتها لواحد الخلفة والحمد لله كانوا مزيانين يعني ما مرضوش والامور دازت هي هذه اذا الى عجبكم فيديو اه ساندونا وتكليو على زر جام اه ومرحبا بالتعليق طيبة ديالكم و الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله موسيقى